طيب دكتورة يعني لشخص مثلك بيشتغل بمجال البحوث العلمية يعني أنا ما عندي فكرة عن موضوعه لكن بتخيل أنه هو موضوع كتير حساس وكتير دقيق ومحسوب على الملي مثل ما بيقولوا وانتي أم وزوجة وانتي عندك انتي شخصك كمان يعني لازم هدون الشغلات كله ياتا الواحد يقدر يعتني فيها فكيف لقيت الدكتورة عالية أو بيوم الأيام قالت أنا لسه عندي وقت فراغ وفيني مليه وحاول قدم قيمة مضافة بالمواد العلمية اللي أنا بعرفها بدراستي بمجالي للناس من كل نحاء العالم لناطقين للغة العربية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كيف إجت الفكرة ومن وين إجت الوقت؟ عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية هلأ الفكرة كيف إيجت؟ بالـ 2014 أيام وقتها كنت بعمل الدكتوراه في جامعة هيدلبرغ كانت البروفيسورة تحكي لي أنه عم بيجو مرضى عرب كتير بتعالجه بالسرطان لأنه إحنا معروف بعلاج السرطان عندنا وقتها كنت عم بعمل الدكتوراه بالسرطان وقالت أنه عم بيجو مرضى عرب وما عندهم معلومات عن المرض ما عندهم معلومات عن السرطان ما عندهم معلومات أبسط المعلومات اللي إلها علاقة بالمرض والعلاج وعندهم عم بيحملوا معلومات كتير غلط يعني معلومات زائفة معلومات خرافات جاي من هون وهون فكنا عم نتناقش فهي صارت تحكي لي أنه شوفي الناس أنت اللي عندكم بالبلد أو إشي زي هيك أنه عن طريق السوشال ميديا اعملوا توعية قالت له أنت شاطرة أنت بتعرف توصل المعلومة بطريقة هيك حلوة وبسيطة يعني فإنه يعني حاولي ففعلاً وقتها ذاكري أنا كتبت بوست كان وقتها موديل كذبت أنه السرطان عبارة عن نخص فيتامين بي 17 أوكي فكانت طبعاً هذا كان ترند صراحة فوقتها فعلاً جمعت معلومات وطبعاً أنا دراستي عن السرطان وإشي زي هيك وحطيت معلومات على الفيسبوك وانتشر وصارت الناس تدفاعل لقيت الناس وقتها أنه عندها شغفة كتير تعرف عن المعلومات الصح أنه عن جد هيك طبعاً عرفت لهم شو يعني سرطان وكيف بتكون السرطان بأسلوب بسيط جداً جداً يعني بناسب الناس العادية لما بيعرف شيء بأساسيات العلوم لأنه عندي إيمان أنه بمقولة حكاها آنيشتاين إذا أنت ما بتقدر تفاهم الشيء أو العلم اللي أنت عم تتعلم والطفل عمره ست سنين فأنت مش بحاجة لهذا العلم فهذا الشيء أعطاني حافظ وما لاحظت أنه الناس فعلاً عندها اهتمامي كتير بلشت فعلاً أنه كل مرة أنزل معلومات طبعاً كنت يمكن من أوائل الناس اللي تجرأت تطلع على السوشال ميديا وتكتب هاي الشغلات إجاني انتقادات كتير إجاني يعني خصوصاً الناس اللي كانوا بعرفهم كتير عم بيعملوا دكتوراه بيجوا بيحكوا لي علي ليش عم بتنزلي مستواكي أوكي أنه أنت عم تعملي دكتوراه وجامعة مارموقة وما بعرف شو اللي عم بتنزلي مستواكي للسوشال ميديا أنت هيك عم بتخربي عم بتخربي سمعة الأكاديميا شو الفكرة يعني الفكرة الموضوع أنه الشخص الأكاديمي لازم يحط حاله ببيت إزاز ويسكر على حال الباب يظل موجود داخله تمام لازم تكون ببرج عاجي ببرجك العاجي وتطلع على الناس أنه أنت بما كان أعلى منهم أعلى منهم ما تنزل هي معروفة ما تنزل مستواك فوقتها أنا يعني استغربت من هالمصطلح يعني كيف ما أنزل يعني شو هالمصطلح شو هالأسلوب بالمقابل أنا متابعة على تويتر مش ناشطة لكن متابعة جدا أنا أكتر زمايلي على تويتر بالمقابل على تويتر مليان ناس عم بيعملوا science communication وعم بحطوا معلومات وعم نستفيد إحنا كمان منهم وكلهم أكاديميين كلهم اللي دكتور واللي بروفيسور واللي يعني ما هم بيبخلوا على الناس بالمعلومات أوكي الواحد ما بيضي يقضي وقته على السوشال ميديا لكن ما فيها شيء إذا الواحد العلم اللي أعطاه يا الله أنه يعطيه كمان للناس لأنه هو أصلا مش موجود بس عشانك تظلك قاعد في المختبر وتعمل أبحاث والناس ما بتعرف أنت شو عم تعمل أبحاثك أوكي ما لازم تظلها كمان بالجرار خلينا نحكي أو في الكتب أو في المجلات أوكي بيستفيد منها المجتمع العلمي لكن كمان لازم الناس تستفيد من هذا البحث وبتخيل الآن خلال بس هاي الفترة أزمة كورونا لاحظوا العالم قديش الوعي بيلعب دور وقديش أنه المجتمع العلمي العربي قصر بتوصيل المحتوى العلمي العربي للناس وخاصة مع الخرافات اللي عم تطلع كمان بمجال كورونا تماما وما بعرف إذا سمعت الوزير الصحة الأردني مع الأسف وقصة الضبع للأسف هو يمكن ما قدرش يوصل المعلومة لطريقة للناس لأنه كمان مش متعود يوصل المعلومات للناس تماما وهي النقطة اللي أنا بدي أحكي فيها اللي هي الدكتورة أنه في كتير ناس معها شهادات ممكن تعبي هذا الحيط كله ولكن ما عندها الإدرة أنه توصل المعلومة بالطريقة اللي أنت مثل ما قلتي شو قال أنشتاين إذا أنت شخص ما بتقدر توصل المعلومة تبعك لولد عمره 6 سنين فالأحسن أنه ما تحاول توصل المعلومة حتى للكبار لأنه أنت ما لك فهمان الموضوع اللي أنت بدك تحكي فيه 100% وعلى فكرة والناس في يوم الأيامات انتقدوني بسنة 2014 الآن عم نشوفهم بال2020 كلهم صاروا يكتبوا محتوى علمي على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا وصاروا ينادوا بتبسيط العلوم ويحكم بتبسيط العلوم وأنه فعلا أنا أنا مبسوط أنهم انضموا للفريق مثل ما بقولوا لكن يعني ليه كان هذا الانتقاد والآن يعني عجبتكم الشغلة يعني عارف أنه صارت الآن صار مهم ممكن لأنه صح لأنه الآن الفترة هاي فترة الوباء لاحظوا أنه الناس بحاجة لاحظوا أنه الوعي عند المواطن العربي أقل شوي طبعا يعني إحنا ما بحكي بس عن الوعي المواطن العربي لأنه الأخبار الزائفة منتشري بحث بأمريكا وبأوروبا يعني نفسها بس إحنا نشيطين بالترجمة يعني شكل أو آخر تماما أي فيديو من نظريات المؤامرة بتلاقي دايريكت صار بالعربي ولكن دكتورة أنت بتوافقيني على هاي الفكرة أنه الناس بالالفين وارباطعش أو تلتاش حتى مو بس ببلادنا العربية وإنما هون كمان يعني بالغرب أنه كانوا ما يقامنوا بشي اسمه مواقع تواصل اجتماعي كانوا يومين ثلاثة بيرجع بيروح نحن إذا بدنا نعمل شي منعمل شي عن طريق التلفزيون ولكن هنه ما كانوا شايفين البعد اللي هل يوصل له الانستغرام تويتر ولا اليوتيوب وبعد ما شافوا أنه قديش صار في عالم موجود على هاي المنصات فهنه قالوا هذا هو المين ستريم هذا هو يعني شخصيات معينة أو ما إلى ذلك كمان ما كان عندهم خلينا أحكي المهارة كيف يوصل المعلوم للجمهور يعني خصوصا في فترة اللي بتصير فيها شهر التوعية للسرطان الآن جاي أكتوبر شهر التوعية للسرطان السدي كنت ألاحظ قديش لما يطلوا على التلفزيون يعني تلتر باع المعلومات مصطلحات علمية بالإنجليزي طب المواطن أو الشخص اللي ما بيعرف شي عن العلوم من وين بدوا يعرف هذا أو ما بيعرف إنجليزي ما بيعرف إنجليزي حتى لو شخص عادي أنا صدقني يعني أنا فيه ناس عاديين أحيانا لما أتناقش معهم ولغتهم الإنجليزية بيرفكت لكن شو يعني هذا المصطلح هذا مصطلح طبي بالنهاية تماما المصطلحات الطبية كتير صعبة فإنت لما تطلع على التلفزيون وتحكي مصطلحات طبية يعني هل من باب إنه أنت مش قادر توصل المعلوم للناس وما عندك وهي بصراحة هي مهارة صعبة مش سهلة يعني هاي يعني خليني أحكي موهبة أو تالنت عند الشخص بتكون إنه كيف يقدر هالجبل صلب المعلومات العلمية كتير صلبة كتير صعبة إنك تقدر تفتته ليصير إيش متناول الجميع يعني يصير إنه مادة سلسة مثل المعجون اللي بلعبوا فيها الأطفال يعني فهذا الشي بده موهبة ومش سهل وفيه هلأ صار عالميا صار فيه كورسات لهذا الشي صار فيه مواد أكاديمية صار يدرسوا بالجمعات سينسي كومنيوكيشن زمان كانت مهارة الآن صار الآن صار الآن صار مجال مجال كانت يعني أنا ما بتخيل إنه أنت درستي لهذا المجال وإنما أنت عندك هاي المهارة وعندك هاي الكارزمة اللي بتخليكي تأذني هذا المحتوى ويعني حتى شفتك يعني هلأ أنت متما تفضلتي وقلتي مقولة أرنشتين فأنا بتخيل أنت لحقتي المقولة للأخير وقلتي إنه أوكي فأنا هلأ حوصل عملت المحتوى على منصات تواصل اجتماعي عم أدم هذا المحتوى والناس عم تستقبلوا موسيقى